حلو عليكم السيارة اللي رها تمشي اليوم ما عندهاش الريزيروار وما عندهاش البوطير ما بتعطيه الباطل يقول لك وين ديرو بدلوا التكنولوجيا وحنا رانا رانا مرتبتين بالمحروقات وما زال اقتصادنا معتامد عن المحروقات المغرب راه يستالي في سبعان تاع الاستاسيون نوكليال بول الديسالموندو بول الالكتريسيتي والمستثمرين تاع الخالج لم يستثمروا تماما لانها اقل تكلفة وهي رهان المستقبل اسبانيا في بارسلون المتر المكعب المتر كيبدو 15 دينار ومجد الكهرباء كل منطقة بارسلونا اذا علش الغاز والبترول ما هوش مشكلة اسعار مشكلة سوق لذلك لازمنا نعرف رغم ذلك الحمد لله خارج قطاع المحروقات ما نحسبوه لا بدوره لا بعشنا دوره الجزائر اغنادوا له في العالم وهذا بفضل ارض الشهداء انا سمتها ارض الشهداء وغادي تعرفوا السبب علاش لاننا اذا كان ما عرفناش الارض متاع الجزائر وما عرفناش الجغرافية متاع الجزائر ما نجموش نديره تنمية العالم كله العالم كله فيه 40 مليون هيكتار مناخ العالم كله فيه 40 مليون هيكتار الجزائر وحدها عنها 32 مليون هيكتار وكل العالم الباقي يتقاسم 3 مليون هيكتار واحنا عدنا 32 مليون هيكتار السبع هذه رها مفيدة جدا لكي تعرفون رهانة المستقبل وكي ننبهم مسؤولين تعنا لانهم مسؤولين على الاجيال القديمة اذا ما معنى الربعة فصول لان النمو البيولوجي لا توقفش لان المناخ معتادل طوال طوال سنة أربعة فصول معنى هذا يعطي إنتاج انتاع المواد المضادة للأكسادة سكونا باللزانتوكسيدان هاد المواد اللي رحم شورابيه إسبانيا البرتغال جانب فرنسا جانب إيطاليا اليونان دول الأدرياتيك المغرب شوية تونس شوية وكذلك موجود في كاليفورنيا في السيليكون فالي ليس كاليفورنيا السيليكون فالي على كاليفورنيا وموجود في المكسيك إذا كان قارننا بالإقتصاديات السيليكون فالي هكتار اللي تستفيد من الملاخ هذا ثلاثة ملايين هكتار ثلاثة ملايين هكتار شحالين نجوم بلسيليكون فالي الأمريكيين ستمائة مليار دولار تعموات زراعية هي الاقتصاد الأمريكي هي الاقتصاد الأمريكيين والمكسيك تعملت تسعمائة مليار دولار تعموات زراعية تعموات عامة مليار دولار تعموات عدية من بعد كاليفورنيا إلى إسبانيا حسب مليون حتى 200ل هكتار ونسبة مليار دولار تعموات زراعية لانه السبب في هذا المناخ كان نقطتي التقاع كان نقطة موجودة عند لوسانجلس جاية في البحر المفعولة هيكمل في البحر على تلت جهات وجهات الجنوب تمثل سيليكون فالي وتمثل ميكسيك 900 ألف أكثر ما يقول لنقطة ثلانية وين موجودة اللي يعرفوا الجغرافية على الجزائر نقطة الالتقاع بابين الخط المتوسط 35 والقرينيش وين جايها؟ فيها تيغ النيف نفس المنطقة فيها تيغ النيف إذن هذه الدولة على البحر العموم المتوسط كلها تتخذها من المناخ الجزائري كلها نعطيها كين لازون A كين لازون B كين لازون C وكين لازون D السبانيا عندها 300 ألف هكتار في لازون A 600 ألف هكتار في لازون B و700 ألف هكتار في لازون C المغرب عنده الحدود الجزائرية بركان ولمنطقة بركان 150 ألف هكتار عنده شبه متوسطي لنتعم كناس فاس هو ليو بلاتو تعالى هو عنده 300 ألف هكتار لدينا المقابل تحر للهضب العليا والسهوب 60 مليون هكتار لكي تعرفوه الفرق بيننا وبين الدول المجاورة. عندهم الأخرى اللي جاية محمدية دار البيضاء القنيطرة تنبجها تبعيدة في لازون C وكتبشي لازون الأقادير كل شيرها تكترب لازون D وهي دي زون كلاب. البرتغال عنده واحد خمسمائة اكتار في لازون C. في فرنسا العدوات التي كانت عدواتها كانت مستعمرانا. عندها البروفنس 288 ميل اكتار في لازون C. إيطاليا عندها 350 ميل اكتار في لازون A.E.B.C. البيضاء ادرياتيك. كما قالوا اليونان والدول هادئة الادرياتيك. اليونان وليس يتعوهر القوة الزراعية اكبر من كل اليونان. اليونان هادا الدولة الزراعية. ما حال عندهم؟ عندهم مئتين أدرياتيك. الدول الادرياتيك كانت مئتين أدرياتيك. لماذا؟ نعطيكم على سبيل المثال. هنا في المتجاوة في لازون A في لازون A في لازون A في لازون C في لازون بي. لما نرتفعه للعلو نفقده درجة الحرارة. عندنا جورجو راسي تنفونه. تجير جليد فيه. إذن كنقارن المنخفذات الموجودين في العالم نلقوه حنا في الشمال الجزائري عندنا 16 مليون خسومائة في هكتار. عندنا الحوض تعبيس كرالواد وليلات المجاورة. 9 مليون هكتار. وعندنا السورة 9 مليون هكتار. هذا هو الحال. الثاني. وثاني. شخصي هو الثاني. 60 مليون هكتار. إذن نحن نفقده عشرة مرات زراعية. عشرة مرات. في أمريكا مع 30 مليون هكتار في سيليكون بالي. وعندنا على 18 مليون هكتار في تكساس. تكساس يعني الهضاب العليا تعالى كم السهوب. اذا احنا عدنا ستين مليون هيكتار اكتر من خمس مرات تكساس. وعدنا المنخفضات اللي كما لا سيليكون فالي. عدنا اه عشر مرات لا سيليكون فالي. اذا الاقتصاد على الجزائر سيكون اكبر اقتصاد في العالم. يكون اكبر قوة زراعية في العالم. وزيد بالزيادة المنتجات تعالى احسن منتوج. مثل ما نشوفه الطمر في امريكا. كرامل. طمر انتع نتع بيس كرالواد وانتع الساورة سيدي فريكتوس. دواء. طمرتع ندواء. طمرتع ندواء. طمرتع ندواء. او لا دو. اذا زيت الزيتون. احنا قد نتعو زيت الزيتون لدوبنيازون. الربطة المزدوجة. لدوبنيازون اعتبر دواء لانها البياح بازيك. سباليا عندها الويلدو ريفرت. ساناريانا بورابيك الويلدو عندها توصم ميلياتار. هذه التي تعطيها لدوبليزو. احنا لدينا ملايين من الهكتارات. احسن برتقال في العالم هو البرتقال الجزائري. اذا برتقال الجزائري. هذا مثلا امريكا غير تنتج كثير مليون وخمسين مليار دولار حوامل ما بين سيليكون غالي كاليفورنيا وفلوريدا. عندما تذهب السوق الامريكي. تسيب برتقال يدير عشرة دولار. وتسيب برتقال لحظاه زوج كيلوك دولار. تسأل علش. يقول لك هذا نوعين سيليكون غالي كاليفورنيا. وهذا نوع فلوريدا. ما تشي في الحموضة وكل شي. لما قارن البرتقال تعنا. انتع محمد يسلف وهنا لا ميت يجا ولا نحوط تعنابها. ولا انتع بوسعدة. الف مرة اخر من هما الامريكيين. يشهدوا لي الف مرة اخر من تحهم. متع كاليفورنيا. اذا احنا عدنا الذهب فوق الارض مشيت حت الارض. الذهب انتعناه فوق الارض. مشيت حت الارض. لذلك احنا في ستة وسبعين نذكره. 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 ستة و تسعين. تدخلت على المنظمة الوطنية. لابناء الشهداء اثناء الاقتصادي والاجتماعي. غير فقرة من التدخل هذا. لكان نقرح اخينا الطهر بن بعيبش. في النقاش الاقتصادي والاجتماعي. ان المتر المكعب من المياه. اذا وجيها للصناعة فانه يأتينا بخسارة. واذا وجيها لسق الشجيرات الزيتون فانه يعطينا على العقل عشر لترات من اجود الزيتون في العالم. التي تعطينا امن غدائي وعملة صعبة. فلماذا اصبحنا نبدد انكانياتنا في صناعة خاسرة غير قادرة على المنافسة. في حين ان بلادنا قادرة على الدخول في السوق العالمية. ومن بواسع في كثير من المواد الزراعية والخدمات سياحية. يجب اعادة النظر. اختصار. 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 دكتور مطلق. نعم. نطلب منك الاختصار. لأن الوقت ويداعمنا ويدا ضيوف. لا باختصار. باختصار. صح. يجب اعادة النظر في سياسات المياه وتوجيه الاستثمارات الكبرى نحو المياه باعتبار ان المياه تشكل الطروة الاساسية والدائمة للبلاد. السؤال المطروح كيف ان الجزائر استثمرت العشرات الملاير من دولارات في المحروقات في حين ان الاستثمار في المياه لا يمثلوا اي شيء. يا هل طرى ما هو الاتمر الاكثر مردودا للماء من البترول. يجب استعمال الحساب والعقل مع العاطفة. لقد بات منذ الازل الى اليوم ان من يكسب المال يستطيع كسبه كل شيء. ومن يفقد المال لا يستطيع كسبه اي شيء. اذن الرهان تع الجزائر هو المياه. والمياه انت على البحر اليوم في التقنيات العصرية. ارجعت في بتناول زراعة. انا شخصيا قلت لهم اديروش لجنال قلت لهم دي سال مولدو. لكان دمنهم دي سال مولدو ونسجدهم خمسة مليار دولار ونسجدهم كل جزائريين ونعيشهم كل وقت ما الذي نطلب به؟ ما الذي نطلب به؟ صناعة حتى تحليه المياه البحر صناعة تحويل المياه صناعة الزراعة بروحها صناعة تحويل الزراعات صناعة كله صناعة ونحن نربح ونحن نخسر كما يقولون هنا في عنابة سباليا كانت لديها أكبر مركب في فالنس كانت تحويل الزراعات العمال تحتاجوا فالنسجد مدريد سباليا استقبلوا رواحهم استقبلوا العمال وقالوا لهم وقالوا لهم كانت تشكك انهم وقالوا لهم كانت تحويل ثلاث ميات سباليا 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 ولا سباليا اطلقوا لهم ونحن نعم حولوا هذه المياه حولهم السهل راق بلت ورل ما بين بنيدورميسي فانوس 150 ألف هكتار الدولة الجزائريين تعنا دول عمالة المزارعين تعنا تع المحمدية وشلفوا المتجام ورسلوا لهم البرتقال في 150 ألف هكتار سباليات صدر 30 مليار دولار لحوامض نحن نقلع المال لحوامض ومدى هذه الصناعة خاسرة ما هذا؟ هبال هذا؟ هبال والمواد هذه المواد هذه المضادة للأكسادة المواد المضادة للأكسادة أصبحت سوق علانية لأنها مرتبة بالصحة تقي ضد سرطان ضد أمراض الشرايين ضد عدة أمراض إذن أصبحت عندها غير الثلاثين تطلب 300 مليار دولار إلا السن شوف الهند شوف دول كل الأسيوية البقية أوروبا أمريكا شوف كل دول